السلام عليكم تابعي دراما سبورت الفوز الثاني على التوالي لنادي بوتوشاني بقيادة محمود المواس على نادي تشينديا الروماني بنتيجة 3-2 وهذا أول فوز فينا نحكي عنه بأن عم بيحققوا نادي بوتوشاني على فريق متقدم عليه بالترتيب بالدولة الروماني هذا أول فوز فينا نحكي عنه بريمونتادة قوية جدا من نادي بوتوشاني وإذا بتتذكروا يا شباب فمحمود المواس لما انضم لنادي بوتوشاني كان النادي بالمركز العاشر وكان متأخر جدا عم بيفوز بمباراة وبتعادل بمبارتين وبيخسر فريق ما نومنظم أبدا لكن عم بنشوف بالفترة الأخيرة نادي بوتوشاني متحسن بشكل رهيب متحسن بشكل كبير حاليا يعني بالمركز الخامس وعلى بعد ثلاث نقاط فقط لا غير من المركز الرابع بنشوف نادي بوتوشاني عم بيحقق النقلة نوعية من لما نضم محمود المواس لهذا الفريق وإذا بدنا نحكي عن الشرط الأول فبداية الشرط الأول كانت بصراحة كارثية لنادي بوتوشاني بداية رهيبة جدا نادي تشينديا حصل على ركل الجزاء بأول خمس دقائق والركلة فينا نقول مشكوك بصحتها لكن الحكم أعلن عن الركلة وبالدور الروماني ما في تراجع عن القرارات إذا حسب ركل الجزاء فالكل لازم يعني يعني يتمثل لقرار الحكم سجل نادي تشينديا الهدف الأول إلا ممكن يلا يرجع نادي بوتوشاني وإز عم بيتسجل الهدف الثاني بالدقائق العاشرة بالدقائق 11 يعني بأول عشر دقائق نادي بوتوشاني عم بيتلقى هدفين يعني فالوضع كان سيء والهدف الثاني كان مضحك جدا خطأ فادح من حارس نادي بوتوشاني هذا الحارس بصراحة حارس متألق لكن بتصير أحيانا أنه الحارس ممكن يخطأ ممكن يعني يرتكب خطأ بهذه الطريقة الثاذجة أو الطريقة المضحكة لكن بعد الهدف الثاني بوتوشاني تحرر بوتوشاني ما في شيء يخسره فلازم يلعب على الأقل كرة قدم والشيء اللي بيخليك تلعب كرة قدم اليوم الملعب ملعب نادي تشينديا ملعب ممتاز جدا وهذا رد على اللي عم بيقارنه الدور الروماني مع الدور السوري يا شباب الوضع مختلف تماما الدور الروماني نعم بعض الملعب أنت عم بتشوفها وضعية العشب غير جيدة بسبب الطقس الطقس سيء جدا لكن مع مرور الزمن حتشوف الملعب الرومانية بشكل يعني رائع جدا ولأن الطقس خلال آخر 3-4 أيام برومانيا كان جيد فإنت عم بتشوف الملعب رائع جدا الملعب ممتاز جدا فيك تلعب تحركات فيك تلعب تمريرات ومن يعني 5 إلى 6 إلى 7 تمريرات من نادي بوتوشاني تمريرات بدأت من المواس كل اللعيبة تقريبا شارك وعد حميدو كيتا ما شارك بالتمريرات لذلك ممكن تسجل هدف تقليص الفارق لنادي بوتوشاني عن طريق اللعب البديل فيلي سجل هدف تقليص الفارق وهذا الهدف كان بوقت جيد جدا يعني بوقت ممكن ترجع فيه للمباراة لو تأخر هدف تقليص الفارق للدقيقة 40 أو للشوت والتاني كان ممكن تكون المباراة صعبة لنادي بوتوشاني لكن بالدقيقة 25 عم بتسجل وبتصير النتيجة 2-1 وانت مسيطر ونادي تشينيديا ما عم بيقدم أي شيء هجوميا يعني يكتفوا بالهدفين وبعد رجعوا للمناطق الدفاعية واعتقدوا نوعا ما بأن المباراة حتكون سهلة ورح يلعبوا على الدفاع ونادي بوتوشاني ما حيسجل أهداف بعد هدف تقليص الفارق نادي بوتوشاني كمان سيطر استمر بالسيطرة نوعية لاعبي بوتوشاني شيء ما بينه أفضل من نادي تشينيديا بصراحة لكن ممكن النتائج بالبداية ما كانت قوية ممكن لأن اللعيبة حاليا مع وجود محمود المواس عم بتحس بالمنافسة عم بتحس بالرغبة عم بتحس بأن نحن كمان عم نلعب مع نادي حاليا صار يعني متابع من قبل الجمهور السوري عم بيوصل عدد متابعين آدي بوتوشاني إلى 80 ألف كان فقط 2000 إلى 3000 شخص أو أقل حتى فبالتالي أي لاعب من هاللعيبة صار بيفكر بأن بالفعل نحن صرنا متابعين نحن صرنا يعني مختلفين عن بداية الدوري وعم بنشوف هجمات مكررة من نادي بوتوشاني تمريرة رائعة من أونغيندا إلى حميدو كيتا اللي كان بتمركز وكان صحيح وسجل هدف التعادل لنادي بوتوشاني قبل نهاية الشوت الأول الشوت الثاني كان نادي بوتوشاني مستحوز وأفضل نادي بوتوشاني كان عم بيلعب برغبة أكتر عم بتحس نادي تشينديا فريق عادي جدا على حكس نادي بوتوشاني اللي كان عنده أونغيندا رودريغيز الأرجنتيني تحركات لعيبة خط وسط حميدو كيتا كان عم بيشتغل محمود المواس طبعا اليوم ما كان عم بيلعب بمركزه كل ما بيلعب حميدو كيتا فبالتالي أنت لازم تعرف بأن محمود المواس رح يلعب كلاعب مهاجم مهاجم رقم 9 وهذا المركز ما هو مركز محمود المواس لذلك أحيانا بتشوف في تفاوت بمستوى اللعب المباراة السابقة قاد الفريق للفوز المباراة يعني كمان قبل الماضية سجل هدف رغم الخسارة لكن كان أداء محمود المواس أداء رائع جدا فبالتالي أنت عم تحكي عن مباريات جيدة عدد من المباريات جيدة اليوم كان من أقل مستوى لمحمود المواس بأغلب المباراة إذا بنا نحكي بالصراحة لكن هذا الشي طبيعي جدا كمان عدد المباريات أنت عم تحكي بالدور الروماني كل أربعة أيام في مباراة ما عم بيلحقوا اللعيبة ما عم بيلحقوا يتعافوا وعم بيرجعوا يلعب بمباريات المهم يا شباب يعني المباراة كانت متجهة تقريباً لتنين اتنين مع استحواز بسيط لنادي بوتوشاني حصلوا على ركلة ثابتة رفعها جونسان رودريغيز ورأسية من مدافع نادي بوتوشاني والهدف الثالث بعد الهدف الثالث الفريق يعني تقريباً فينا نقول بأن أخذ السيقة فيه استحواز لنادي تشينيديا لكن هذا الاستحواز كان سلبي جداً ما كان عم بيفيد يعني ما كانت فيه أي هجمات خطيرة على نادي بوتوشاني قبل الهدف الثالث صار فيه اعتراض من لاعب نادي بوتوشاني بظن اسمه براون يعني أو ما اعتراض الصراخ على محمود المواس على أحدى الهجمات مرر تمريرة جيدة لكن التمريرة لمست بأحد المدافعين نادي تشينيديا الكرة غيرت من مسارة فلذلك محمود المواس كان بتمركزه صحيح تواجده بمنطقة الصدق كان صحيح لكن الكرة تغيرت مسارة لذلك ما استفاد منا محمود المواس فما بعرف شو سبب صراخ براون كل حال يا شباب أنا مبسوط جداً بهذا الفوز مبسوط جداً بتطور نادي بوتوشاني خلال الفترة الماضية مع محمود المواس لازم نصرع هذا الأمر محمود المواس عمل نقل نوعية بهذا الفريق شاء الرومانة مأبو عمل نقل نوعية بهذا الفريق اتحسن من المركز العاشر إلى المركز الخامس وعلى بعد ثلاث نقاط فقط للمركز الرابع لذلك أنت عم تحكي عن أمل موجود واليوم أنت اللي أول مرة عم بتفوز على فريق أقوى منك بالترتيب وهلا حالياً نادي بوتوشاني سابق نادي تشينيديا بالترتيب على العموم يا شباب هذا كل شي حاب بحكي عن مباراة بوتوشاني وتشينيديا بحب ذكركم البس المباشر نحن عم بنتابعه على صفحة دراما سبورت على الفيسبوك عم بنشارك البس من حساب الأستاذ دانيل حسن موجود بالوصف رابط قناة سبورت فار القناة اللي بيقدم فيها الأستاذ دانيل حسن أخبار المنتخب تدريبات المنتخب كل شي حصري وخاص على قناة سبورت فار كل ما يخص المنتخب فلذلك بتمنى كمان تشوفوا الوصف وتتابعوا قناة سبورت فار على اليوتيوب اللي عم منشارك مننا البس بس مباراة بوتوشاني على الفيسبوك وهلا يا شباب رح جاوب على بعض الأسئلة السريعة الأخ علي عم بيسأل رأيك بتجربة اللاعبين المغتربين أو المحترفين لازم نقول لأن المغتربين هو أصلا مغترب يعني فبالتالي بالعراق وسوريا هل هي ناجحة وإذا كانت غير ناجحة ماذا تحجاج لتنجح صراحة عم بشوف علاء عباس بالدوري البرتغالي عم بشوف يعني صفاء هادي كان عم بيلعب بالدوري الروسوي إلى الآن فالتجربة أنا بشوفها جيدة أفضل من أنك فقط تستمر بالتفكير بالدوريات الخليجية التنويع جيد التنويع مرة مرتين ثلاثة عم بشوف حتى الإيرانيين عم بيفوتوا بالدوري البرتغالي مهدي طارمي عم بيفوت بالدوري البرتغالي سردار أزمون بالدوري الروسي فنحنا كمان لازم نبدأ على الأقل نبدأ يعني هاي الخطوة من علاء عباس ومن مهند علي قبل علاء عباس جيدة وطبعا قبل علاء عباس ومهند علي كان علي عدنان أنا بفرح بهيك انتقالات بفرح بهيك خطوات هاي الخطوات مهمة ممكن يكون بينادي أقل مستوى ممكن يكون دوري روماني دوري برتغالي دوري لكن الخطوة اللازم تكون لازم تكون فيه بداية للخطوة ولازم فيه لعيبة يقلدوا هاللعيبة لحتى نشوف الاستمرارية عم بتشوف اللعيبة المصريين عم بيروحوا من الدوري المصري للدوريات الأوروبية محمد صلاح وتريزي جيو والنيني فبتمنى نبدأ على الأقل بهالدوريات لحتى نستمر لذلك أنا بشوفها تجربة ناجحة وبتمنى استمرارية التجربة الأخ ستار سبورت هل برأيك تغيير تنفيذية دير الزور وبدأ أعمال الصيانة بملعب دير الزور هي بشرة لجماهير الفتوة نعم على حسب وعود الأستاذ في راسم علا جماهير الفتوة في بشرة وفي أخبار حلوة بالنسبة لجمهور الفتوة وإن شاء الله نادي الفتوة يرجع يلعب بملعب دير الزور الأمر مهم الأمر مهم جدا يعني هذا الكلام إن شاء الله نخصص له فيديو ونحكي عنه أنا بتمنى يعني بتمنى اليوم قبل بكرة أن هذه الفتوة يرجع مع تحقيق الأمان والأمن لأن مهم جدا هاي النقطة كمان مهمة التنفيذيات بصراحة رح أحكيها يعني تنفيذية الرقة تنفيذية الحسكة تنفيذية دير الزور سيئين إلى أبعد مستوى إلى أبعد مستوى والتغيير كان ضروري لتنفيذية دير الزور وكان ضروري لتنفيذية الرقة وأنا بانتظار تغيير تنفيذية الحسكة لأنسيئين جدا الأخ ربيع الحلبي دكتور داني أنت شو رأيك كيف تنحل مشكلة عمر خريبين مع المنتخب السوري بصراحة يا شباب أنا ما شايف في مشكلة بين المنتخب وعمر خريبين هي المشكلة بين عمر خريبين والمنتخب فبالتالي يعني القضية كل الأمر يتعلق باللاعب وليس بالمنتخب المنتخب بابه مفتوح لأي لاعب لكن اللاعب لازم ما يسكر هذا الباب لازم يحاول يرجع للمنتخب لأن المنتخب بحاجة كل لاعب مهم كل لاعب متمييز الأخ بشور المزيون منور دكتور أنا بلعب بدوري حواري بالسعودية وحاب بروح سوريا وسجل بشي نادي لأن هون بالسعودية لازم تكون مواليد فشو بتنصحني أخ بشور بنصحك يعني أول شي لازم تاخد يعني نصيحة أهلك يعني الوالد العم الخال هنين كيف بيشوفوك لعيب ولا لا يعني هلا إذا بنصحك رجع على سوريا سجل بنادي وإنت ما عندك الموهبة لأني ما أنا شايفك يعني ما بعرف إذا أنت عندك الموهبة جيدة لتلعب كرة قدم أو لا ممكن أنت حاسس بنفسك أنك لعيب لكن لازم يكون في دعم من الأهل دعم من الأب من العم من الخال يشوف فيك لاعب موهوب يشوف فيك لاعب بالفعل ممكن ينتعب عليك وتصير نجم بالمستقبل فبنصحك الدراسة أولا وإذا شفت فيه دعم روح لكن إذا شفت ما فيه دعم وإنت يعني ما حدا عم بيدعمك وما حدا شايف فيك اللاعب الموهوب فخليك بالدراسة بصراحة الأخ محمد حما أخي أنا عندي هاي السنة باكالوريا ما عم أقدر أترك الموبايل أرجو تعطيني نصيحة أخ محمد يعني بالنسبة لسنة الباكالوريا ما فيني أقول لك يعني شيل الموبايل من إيدك يعني بالوقت الحالي أطفال عمارهم سنتين ما فيك تشيل الموبايل من إيده فكيف شخص بالغ راشد كيف بدك تنصحوا هاي النصيحة نصيحتي أنك تقلل من استخدام الموبايل كل يوم تعطي لحالك برنامج أنه أنا اليوم بدي يعني بالتدريج خليها لا تقطع الموبايل بشكل كامل لأن صعب جدا صعب الأمر صعب جدا خليها بالتدريج يعني كل يوم نقص من عدد ساعات حملك للموبايل مدة ربع ساعة نص ساعة وبالتالي رح توصل لمرحلة معينة أنك ممكن باليوم تحمل الموبايل لمدة ساعة وهذا الأمر عادي جدا إذا حملت الموبايل باليوم لمدة ساعة واحدة فقط الأمر مانو يعني كبير لكن إذا حملتوا 24 ساعة أو 10 ساعات أو 8 ساعات فالأمر مبالغ فيه فخليها بالتدريج قلل ساعات جلوسك على الموبايل بالتدريج ولا تقطع بشكل مباشر على كل حال هذك الشعاب بحكي بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة